موسيقى الله معكم عبر صفحة المخرج جزاف مع طوق أصاف رح نتشارك اليوم بموضوع لعيلي علامة رحمة الله للإنسان والبشرية أحبائي نحن مدعوين نتأمل بدعوة يسوع لألنا كونوا رحماء كما أن الآب السماوي رحيم هيدا أمر كتير ملحي اليوم بالنسبة لألنا بخاصة لما أصاب قلب الإنسان من تصلب من أساوي بسبب سقيفة الحديثة وما بعد الحديثة هالسقيفة يلي عم بتشيي على الفردنية للنسبية وللمدية وللأسف يلي استولوا بكليتهم على هالإنسان فصار همه الأول والأخير نفسه عم يسعى بكل ما لديه ليشبع رغباته ميوله تلبية حاجاته تحقيق راحته حتى ولو على حساب الآخر يلي جعله الله عون لأله طريق خلاص لأله يلي عم نشوفه اليوم بقلب العائلات بقلب المجتمعات بقلب الأوطان على السحات الدولية من غياب لهالحس مع الآخر لهالتأثر والتفاعل مع علام ومصائب ونكبيت وحاجات هالآخر بأكد انعدام هالرحمة بقلب الإنسان هيدا لأن الرحمة هي لما أنا بنحني على الآخر بمحبة لما بنحني بشفقة وحنين بمغفرة لنطف جروحه لساعده لعطبه على خطيته لواجه وصارحه وانصحه بانحرافيته لساعده أنه يتوب ويرجع إلى الحياة وشان هيك إذا منفكر بالواقع أكتر جماعة بشرية تأثرت منعدام الرحمة من قلوب أفرادها هي العيلة وهيدا أمر بخليها تروح إلى فقدين هويتها والرسلتها وبالتالي أنها تتفكك بسرعة مثل ما عم نشوف اليوم مشين هيكي بحب أنا وياكن اليوم نتأمل بارتباط هالعيلة البشرية بالرحمة بهويتها برسلتها نظرا لما هي عليه من يوم يلي ولدت لأن العيلة ولدت من الرحم الثلوس كخلية أولى للمجتمع ونواة مشروع الله الخلاصة لقلبها المجتمع العيلة أول نقطة من حب حب أنا وياكن هايك نتوقف عليها العيلة هي ولدت من الرحم الثلوس بالعودة إلى حقيقة البد لمن الله سلوس قال للمحبة خلق الكون وما فيه ميز لإنسان بيخلقوا على صورته كمثاله بيخلقوا ذكر وأنسى وبيركن وقال لهم إنموا واكثروا واملقوا الأرض هذا بنشوفه بسفر التكوين فصل الأول أي دعيهن ليكونوا عيلة تكون الخلية الأولى والأساسية لعيلة البشرية بهالخلق للإنسان ذكر وأنسى على صورته كمثاله يعني على صورة الله الثلوس الله المحبة طبع كيان هالإنسان بجوهره الله طبعه بجوهره جوهر الله هو الشركة بالمحبة بين أشخاص الثلوس فكانت منذ الأزل دعوة الرجل والمرأة إنه يأسسوا مع بعضهم شركة أشخاص هالشركة قوام المحبة مش حيلا حب إنما المحبة أو الحب مثل حب السلوس مثل حب المسيح للكنيسة مع ما تتطلب هذه الشركة بالحب لتحقيقة من تسلح بالبركة من احترام للتميز الجنسي والمساوات بين الرجل والمرأة من قبول لشركة فيها وحدة وديبومة من انفتاح على التواصل التواصل البناء والخصب كل هيدا بيعكس تدبير الله السلوس المحبة يلي أراد من هالعيلة تكون علامة حية لما هو في جوهره شركة محبة لما هو في تدبيره محبة أزلية متضفقة أبدا بالرحمة والعدل والسلم من رحمة الله تسلح أفراد هالعيلة الله تسلح أفراد هالعيلة بكل يلي هني بحاجة لأله ليحققوا ما هي عليه العيلة وما هي مدعو إليه سلح بالبركة سلح الرجل المرأة بالعقل بالإرادة بالقدرة بالحرية على بشركته بالخلق بالإدراء على معرفته ومحبته والدخول معه بشركة كما وأنعم علي فأشركة بصفات الأبوة والأمومة يلي هي من صفاته الله باي وأم ليش لحتى هالعيلة تصبح في أبوتها وأمومتها تخلي الله يصير منظور للناس مختبر من الإنسان بقلب التاريخ بدعوة الله لرجل والمرأة إلى الإكثار أي إلى مشاركته بإعطاء الحياة بالحب ولأجل الحب بتصير هالعيلة يلي خرجت من رحمة ثلوس الأقدس هي بدورة رحم يولد الإنسان والبشرية بنفس قوة المحبة يلي فيها أوجدها الله الثلوس مشين هيكي نحنا منأكد أن العيلة خرجت من رحمة ثلوس علامة رحمة هذا الثلوس تاني نقطة الرجل والمرأة هن علامة رحمة لبعضنا البعض تتجلى محبة ورحمة وعينة عناية الله لقاب الخالق بإبدو وقوة روح القدوس بالإنسان لما وضع الكون كله بخدمة هذا الإنسان ولما نأعطى لهالإنسان سلطة على الكون ليطوروا بحسب النظام الطبيعي والشريعة الطبيعية اللي الله طبع فيهم هذا الكون وتتجلى بحبة ورحمة الله بخلقوا حوى عون موازي لآدم لحتى يشيل هالإنسان من عزلته وحطه بمسير التحقيق الصورة الإلهية يلي هو مطبوع لي بعيش الشركة تعرفوا النص بسفر التكوين بقلده بعد ما الله خلق كل شيء وخلق آدم تأمل في آدم فلاقى لوحده فقال من نحله لا يحسن أن يكون آدم لوحده فأصنع له مثيل يعينه وخلق له بالبداية لحيوانات ولكن إذا ما لقى بالحيوانات يلي خلقه الله لا تكون عون لأله عون حقيقي لأنه ما بيقدر يتواصل معه فعيد فخلق حواء من ضلعه وأثلج قلبه فأطلق آدم بعد موعي صرخة الفرح والحبور وقال هذه عظم من عزامي هذه لحم من لحمي هذه امرأة لأنها من امرأ اخذت وهيك صار لأدم شريك مساوي لأله بالطبيعة وبالكرامة شريك بيقدر يحبه وينحب منه على حسب ما بيطلب الحب الحقيقي بجوهره لأنه الحب يطلب الخروج من السيد التخلي عن كل شيء والانطلاق نحو المحبوب والاتحاد فيه والالتزام فيه وعلى حسب ما يحتاج كل واحد بقلب هالشركة أنه ينحب مشان هيك العيلة بحاجة أنه يترك الرجل بيه وامه يتحد بامرأته بامرأته ليسيراني جسداً واحداً هذا هو مشروع رحمة الله للإنسان مشان هيك هالصيرورة الجسد الواحد منى صيرورة انصهار بين الرجل والمرأة هي صيرورة اتحاد بالشركة تعكس وحدتها المصير والمصار بين الرجل والمرأة إذن جسد واحد يعني وحدنا مصيرنا وحدنا مسارنا وهالتوحيد ياللي هالاتحاد ياللي عم بيتم بيه بركة الله تجعل من الرجل عطيه للمرأة والمرأة عطيه للرجل ليحققوا دعوتهم للنمو وهن نفس الوقت بيصيروا علامة رحمة لبعضهم البعض بيالتزامهم بالأمانة لخير كل واحد منهم بيختلف فصول حياته المشترك من شاك ما في أسوأ من أنه يكون الإنسان لوحده ويزيد بين كون الرجال والمرأة علامة رحمة لبعض البعض من الله قدرتهم على أنه يتواصلوا كمتساويين في الكرامة ليتبادلوا كل ما في نفوسهم من شؤون وشجون ورؤى وأحلام وهمهم أنه يحققوا منها يلي بيرجع لخير الشخصي وخير المشترك واللي بيثبت كون الزوجين علامة رحمة لبعض البعض بكون مدعوين بين الله وقدرين بحسب مشيط الله أنه يطوروا ذويتهم باحترام كله لهالتمييز الجنسي بين بعضهم باحترام كله لفرادة بعضهم للبعض بحيث أنه المرأة بما عندها من فراد وتمييز بتقدر تغني الرجل بما لديها من أنوسي والرجل يغني المرأة ببلايه بكيانه الذكور وبيشتغلوا سوى على أنه يعطوا بعضهم يلي هني بحاجة لقلو ليشعروا أنه محبوبين وينمو ويتطور بالعيلة الولد هو علامة رحمة الله للزوجين الحب الزوجي المنغلق على ذيته بيفتقر بيزبل بيموت مع الوقت بشن هيك من علامات رحمة الله للزوجين أنه أنه عطيهن نعم يشاركوه في أعطاء الحياة حتى ينموا بالحب ويكثر ويملق الأرض فيكون البنون ثمرت حب علامة حية لاستمرارية حب بالزمن بكون هالولد عطية من الله للأهل مش حق من حقوق منه حق ملكية فكل عطية إلهية للإنسان هون إلى الرجل والمرأة تغني من توهب إله مشان هيك لما نرذل على الواقع ونطلع بها الولد ونتأمل فيه بقلب العيلة ونتأمل باللي بقدمه لأهله من حنان من حب من تفاهم من مساندة ومساعدة وفرح هون دي كله المصدر غنى للأهل اللي بينسيهم كل تعب كل جهد كل ألم في التربية وبيقدر ما هني بيكونوا عليهم ترحمة لقلوا له الولد بيقدر ما بي يعني عليهم ترحمة بيقدر ما بيأمنوا له تربية مسيحية صالحة بتخليه يدمى ويتطور كأبن لأله كأبن على صورة يسوع الأبن بيصير هذا الولد مش بس سبب غنى سبب أداسي لقلون مدعاة فخر لقلون قدام الله وقدام الناس بيكون فعلا الولد عليهم ترحمة لأهله بيقدر ما هالأهل بيتعاونوا مع بعضهم ليحتضموا ويربوه بالحب وعلى الحب حب الله حب الذات حب الآخر يلي بيتطلب هالشي من سهر من جهد كبير بيتطلب من شهادة حي يعني هيدا بده كلمة وفعل وهل من تعزي وفرح وفخر للأهل أكتر من أنه يشوفوا ليدن عم بين ممتل مانمي يسوع على إيدان يوسف ومريم بالآمة بالحكمة بالنعمة بالحظو عند الله والناس في فخر لقلون أكتر أنه يشوفوا ليدن عم بيصيروا أشخاص مسؤولين بحياتهم مسؤولين بمجتمعهم كم هو عرفين جميل هالولد رح بيكون عظيم إذا طلع من رحمة العيلة إنسان متزم إنسان ناضج إنسان أكثر إنسانية ناضج إنسانيا روحيا فكريا وعا كل الأصعدي نقطة الرابعة اللي بنحب نتأمل فيها العيلة هي عليبة رحمة رحمة الله للإنسان والمجتمع الله أراد منذ البدا أن تكون العيلة الخلية الأساسية لبناء عيلة الله الكبرى على الأرض البشرية مش نهيك لما بتكون العيلة بخير البشرية بتكون بخير لما بتكون العيلة المسيحية بخير لكنيسة بتكون بخير وله السبب الله صلح العيلة بكل اللي هي بحاجة لأله لتحقق هالدور دور الخلية الأساسية لسيما صلحة أولا بالإدراع لأنها تعرفوا تحبوا تدخل في علاقة حب وحياة معه لأله النبع بقدر ما هالعيلة بتبقى مربوطة بالنبع لحبت دلة حي وتقدر تعمل دورة أكتر من هالقد الله عمل عهد حب أبدا مع هالحيلة عهد كشف فيه لحرية هالرجل والمرأة طريق الحياة وطريق البوط مثل ما بنقرأ بسفر التكوين بيقله ربنا بيقله لأيدا محوى من جميع شجر الجنة تأكلان أما من شجرة معرفة الخير والشر ما بتاكلوا لأنه يوم اللي بتاكلوا منا بتموتوا موت تعرفوا اللي صار أنه الإنسان تمرد على الله ما كان وفي على العهد ودخلت كل هالخربطات على حياة الزوجين والعيلة رغم هيدا الشي رغم هالخيينة لهذا العهد ولحد اليوم هالخيينة عم تتكرر حتى اليوم وعلى مر العصور الله ما تخلى عن مشروعه للعيلة ما تخلى عن الإنسان بقي أمين لعهده بقي أمين أنه يعمل كل شيء ليخلص مشروعه للعيلة وبالعيلة ومن العيلة للإنسان ليقدر هالإنسان يحقق سعيده وسلامه وخيره الشامل طبعا دايما هالإنسان مش دايما عم بيكون ولا نحن عم نكون دايما عقدها الأمانة المطلوبة لأننا مشروع الله الخلاص بالعيلة قدام الفشلنا المتكرر بالالتزام بالأمانة للعهد عهد الحب والحياة مع الله لها سبب أرسل الله ابنه الوحيد ليصير إنسان يحبل به بالروح يولد من حشا إمرأة واختار لأله أب بالتبني ليش أراده أن يتجسد بعيلي ويصير بقلب العيلي عنده ملء الإنسانية ليأكد قدسية العيلي كرحم لاحتضان الحياة والاعتناء فيها من حق كل طفل بالعالم أن يكون عنده عيلي أنه يحبل به بالحب يحمل به بالحب ويربع على الحب ومش نهيكي بحضور يسوع بعيلة الناصرة يلي خضع فيها لشريعة النمو بقلبه بأحشيئه تهيأ بكل يلي قدمتله يا عيلة الناصرة بين بيه وإمه مريم ويوسف يلي سهره على تنشأ متكاملة لإله تهيأ لا يجيب لا يجيب على دعوة القيب لإله ويحق رسالته لما في خلاص عيلته كل عائلات العالم هيكي الله أعطى ابنه وحيده للعيلة ليكون حاضر بهذه العيلة ليقدر أفراد هالعيلة يرجعوا يعيشوا الأمانة لعاد الحب حبه 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 لذويته حبه للقريب لأنه في الحب السعادة والحق والسلام في الحب وحده معنى وغاية الوجود وشين هيكي بوجود هل الله بقلب العيلة بارتباط هذه العيلة بارتباطها بيسوع المسيح تقدر تحقق يلي قاله يسوع لما نحكي عن الزواج والعيلة ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان والعيلة يلي بيجبع أفراد الإيمان بأله هي هالبيت المبني على الصخر يلي حكي عنه يسوع المسيح يلي باب تقدر عواصف وسيول وروح العالم لا يزعزعوا لا يضربوا ولا يكسروا مهما كانوا قسين هالعيلة المبنية على البسيح تصبح جماعة مخلصة وجماعة مخلصة تصبح كنيسة بيتية يسوع حاضر دايما فيها تصبح مدرسة للفضائل الإنسانية هذي كلهم بتشح فيهم العيلة وبتبرقهم لبعضها لبعض لأفرادها بشكل خاص للولاد بالبيت الولد بيتعرف على الرب بالبيت الولد بيتعلم يحب بالبيت الولد بيتتسب الفضائل التواضع الكرم العفة الأناعة سهر الروحي الصبر الاعتدال اللطف العذوب الأمانة وغيرها من الفضائل اللي بتخليه لهالوض يكون أكثر إنسان بشين هيك الكنيسة المجتمع البشرية كلهم بيلاقوا بالعيلة الحجر الحي لبناء بشرية أكثر إنسانية بقلب هالعيلة أراد كمان الله يكون للجد والست لأنه العيلة كمان أوسع من البي والأم والولاد يعني هالعيلة الكبيرة اللي فيها الجد والست أراد الله أن يكون لقلهم دور هام وبارز يساهم بشكل أساسي ولو أرادت حضارة اليوم تغيبه بأنه هالعيلة تحقق رسالتها ودعوتها إلى الحب والأداسة بتقول لكنيسة بليساد اللي راعيها البابا يحن بولو سستاني بتقول لهم أيها الشيوخ أنتوا ذاكرة المجتمع والتاريخ واحد تكون قادرين تندوا الأطفال والشبان والأجيال القاتية بالحكمة واحد تكون قادرين تردوا هالهوية اللي بتفصل بين الأجيال وفيكن بعيونكن بأقوالكن بحنانكن نحن الولاد منلاقي التفاهم منلاقي المحبة منلاقي الصدق منلاقي النصيحة فهل يحق لنا أن نؤلمكم ونهبشكم بإبعادكم عن قلب عيلتنا العيلة بحيجة لحضور المسنين فيها لتقدر تحقق دعوتها مش نايك أحبائي بنختم نقول لأجل كل هؤلاء الأسباب العيلة فعلا خرجت من رحمة الثلوس لتكون علامة لرحمة هذا الثلوس الله المحبة للإنسان والبشرية لتكون هالجماعة القادرة على احتضان الإنسان لينمى هالإنسان نموه متكامل نموه بالقامة والحكمة والنعمة والحزوة عند الله والناس لتكون هالجماعة القادرة على احتضانة باحتضانة لها الإنسان بالحب تحرره تشفيه من كل اللي رح سيلحق به من جراء خياريته الخاطئة فمن لدي عيلي بحسب قلب الرب ما في خوف عليه من انه يضل او يفق الدعوت الإلهية ويخسر إنسانيته وانا بقلكون الله معكم اشتركوا في القناة